من تابع مشاهدينا فقراتنا لنعرف أكثر بهالفقرة بصرني استقبل ست سلمة أبو عصاف منسقة العلاقات العامة لمعرض ألو بيروت لنحكي أكثر عن فعاليات هالمعرض وشو بعد بدنا نشوف ألو بيروت يعني هيك حنين من العنوان يعني بيبلش لبيروت بيروت مش أول مرة بتنوجع سلمة صح يعني هي موجوعة وبتقوم دايما من وجعها ويمكن نحن نذكرها بهذا الوجع لنذكر حالنا أنه نحن ويها بدنا نرجع نقوم مية بالمية بونجور لأليكم ومنجور للمشاهدين بالواقع أم عرض ألو بيروت مثل ما اسمه بيدل هو تواصل قررنا من خلاله نعمق هالتواصل بين اللبنانية هو بالواقع بيتألف من جزئين الجزء الأول يلي بلشنا فيه موقتها افتتحنا المعرض بمبنى بيت بيروت على السوديكو كان تقديم لللبنانية بيروت الستينات يعرفوها حقيقتها شو هي يلي بالواقع ما كانت بس هي العصر الزهبي صحيح فيها مشاكلها وكانت عم تستعد للحرب للأسف يلي شوهت صورتها وشوهت صورة لبنان بشكل عام هلأ بخلال شهر أيار قررنا تسليط الضوء أكتر على الحرب اللبنانية رح يكون فيه ثلاثة ايام يلي هنه 26 و27 و28 مفتحين قدام كل العالم ليشاركوا على مكان يسمى بخطوط التماس أخذنا كم نقطة لأنه عكبره ما فينا سيأخذوا كله وبكل نقطة فيه رح يكون فيه نشاطات نشاط رح يكون تفاعلة الناس مع بعضها لبعض مثلا عصحة الشهداء رح يكون فيه حويات أربع حويات طارت فيه صور الحرب اللبنانية والناس فيه إلى مساحة مخصصة تناقش مع بعضها هيدا الحرب شو عملت نتقل رايحين على البشورة كمان وهيدا المحلات يعني الزوار الناس قادرة تجي كل النهار لتشوفها على البشورة فيه تكريم لرجال الأطفاء شو قدموا بالحرب وكمان بأربع قاب كمان شو عملوا عندك المتحف عندك المكتب الشرقية يلي كمان رح يكون فيه جولات منظمة داخل المكتب الشرقية وفيه ناس هونيك أخصائيين مؤرخين مستعدين يجاوبوا على الأسئلة اللي بيترحها كل اللبنانية عن تاريخ عن سبتينات وسبعينات بيروت يعرفها على حقيقتها شو هي واكتشفنا مثلا أنه في ساحة تعرف بساحة المجاعة فيها على المتحف هي تخليد للمجاعة اللي مرق فيها لبنان كمان هونيك رح يكون فيه فرق رح يكون فيه مسرحيات لفرقة زقاق يعني أنا ما رح أقول هلأ الأسماء خلي الناس تنزل تشوف بتحكي عن هيدا الواقع رح يكون فيه محلات مخصصة للأطفال اللي يعبروا هن كمان شو حابين يقولوا شو حابين يعرفوا أكتر حلو لأنه بيسمعوا يعني في جيل جديد هلأ بيسمع بالحرب بخطوط التماس مثل ما ذكرت ودايما بيسمع كمان بالحنين يا ريت منرجع مثلا للستينات لبنان العز لبنان السويسرا لأ كل مرحلة فيه إلى كمان أكيد تاريخها الحلو وكمان معاناتها نعم أولك هالمعانات بتشبه بعضها يعني فيه محلات رح نلاقي هالشي اليوم عم نرجع هكي يتكرر مية بالمية هيدا اللي ضو عليه معرض ألوبيروت لأنه اكتشفنا أنه من خلال وثائق وأرشيف حصلت عليهم الدلفين درماسية اللي هي صحبة الفكرة من قتال أكسلسيو عربعين لمريسة كان فيه الكاف درواء ملها ليلي تحت معروف بالستينات بس كان هيدا للنخبة ومن خلال الأرشيف اللي جابته واشتغلت عليها عمدة 12 سنة تبين أنه مش مظبوط بيروت هي بيروت العصر الزهبي كان فيه بيروت الجوع كان فيه بيروت الفساد السياسي الفساد المالي كان فيه التظاهرات الإضرابات كان فيه النظام المصرف اللي كمانا سقط تاريخ رجع عاد نفسه نعم فكل الهدف من هيدا أو استمر هكي يعني إذا بدك هلأ تداعيته أكتر كان مبلش من محل ما كنا من تبين كان عم بيحضر كنا عم نحضر بالستينات للأسف نعم ووقعت الحرب يلي أنا يمكن برفض نقول عنا حرب لبنانية نعم ممكن فردت بس أكيد ساهمنا ساهمنا اليوم كل اللي هيدا لنكسر هيدا الحواجز النفسية يعني اليوم رح يقعد عين لمريسة مع ابن الأشرفية ويلعبوا طاولة الزهر وهيد الأسباس هيدا المساحات اللي عملناها تركنا لتصير الناس مع بعضها لبعض وذاكرين كل شيء فيها مثلا غنى كمان عن حقبة الحرب فيها المسرح فيها النشاطات الرياضية فيها رالي بيبر خلي العالم تتواصل مع بعضها أكتر لأنه هيدا الأهم هيدا الأهم كتير حلو هالتعليق يعني هيدا الأهم وعم تركزوا على هالتواصل إذا بدي أرجع أذكر بهالحدث يلي هو من ضمن فعاليات مهرجين ألو بيروت يلي رح بيصير بـ 26 27 و 28 بما يسمى خبيت الفكرة خطوط التماس إن شاء الله ما بتنعاد وما بترجع ورح يكون فيه هالتواصل بين كل الناس يلي حبين ينزلوا يشاركوا بهالفعاليات لأنه رح بيكون مثل اسمه تفاعله نعم مع الحدث يلي بده يصير لقي متى مستمر ألو بيروت بالمبدأ هلأ لحزيران نحنا بلش ألو بيروت ع أساس كم شهر من ورا تفاعل الناس وزياراتهم مختلف الأعمار مختلف الأطياف استمر هلأ لحزيران لحزيران ما بنعرف بعدين شو بيصير نعم هذه نسخته الأولى سلمة نعم ممكن يكون فيه نسخة تانية وثالثة إذا صار فيه إضافات جديدة على هالمعرض ممكن كتير كله وارد لأنه فعلا معرض مميز وفريد من نوعه لأول مرة بيصير فيه يقول مش بس بلبنان بالشرق نعم حلو عم بيحكي عن ماضي عم بيقدم لك حاضر وعم بيترك لك لإلك الخيار شو بدك مستقبلك يكون من بعد تجربة مريرة كانت لكل اللبنانية من دون استثناء فعلا كتير حلو هالشي هالهدف من المعرض يلي بحب ركز عليه مش بس على فعالياته المهمة يلي رح منشارك فيها ويلي كمان مستمرة إذا نحنا حبين نشوف تاريخ ونطلع على مراحل قطعت فيها بيروت هو الهدف الرئيسي هيدا التواصل يلي رح بيصير والتفاعل مع حقبة زمنية قطعت ممكن نكون عم نعيش مثل اليوم والقرار بييدنا إذا بدنا إياها تتكرر بالمستقبل هيدا قرار الشعوب مثل ما بنقول هيدا أهميته بدي أسألك عنه سلمة هالأرشيف يعني يلي موجود يلي معروض وين بده يروح بعدين يعني وين بده يرجع يتخبأ إذا بديه هلا أكيد أكيد هو مش الهدف منه يتخبأ وإلا ما كانت عرضته بس للأسف مش بس هيدا الأرشيف فيه كتير موجود بلبنان معنا يعني ما عم بيكون هيدا معنا ما تخاف معنا فرده هيدا مجهود فرده عملته بمساعدة ناس وقدمت لنا يالا اللبنانية يعني هلا قوان بعدين بده يروح أكيد إفا صار بمتناول إيدان الشعب خلص بعتبره صار ملك لألون بس رح يكون بتصور مين بيطلب مين بيسأل رح يحصل على نسخات عنه طبعا لأنه أهم شيء كانت الدخول للمعرض مجاني يعني الهدف أبدا مش غايته الربح مشان هيك الهدف نبيل فعلا يعني شو منتمنى هكي مسؤولين بوزارة التربية واستقافة كل المسؤولين من دون استسلاح كل المزارات دولة بحد ذاتها معنية نتمنى يكونون عندها شيء تحرك مش بس لمتحف ألو بيروت للمعرض عنا أشياء كتير لبنان كنز يلا نبلش نفرجي أنه بلد حضارة وبلد ثقافة بامتياز وخير دليل اللي يتقدم لمعرض قاله بيروت نحن عابنا كان شهرين ثلاثة إقبال الناس عشقة للثقافة عشقة للحضارة خليه يستمر لسنة يعني مش مظبوط أنه اللبنان ما بيعني له هذا أبدا أبدا وكل بقدر من كل الأعمار ومن كل الأطيار ومن كل الانتماءات تواصلوا وتفاعلوا لأهم التفاعل لأنه كان ما ترك له لكل واحد حرية خيار يحكي بعدين هو شو استنتج دايكن مهم سلمة كمان تفاعل المدارس الأجيال الجديدة يلي لازم تعرف يعني حقيقة هيدا هيدا التاريخ فعلا ما كنا مستنظرين هيدا ردود الفعل هايك لأنه كانوا عم بيسمعوا من أهليون وبيسمعوا عن مقساة اسمها حرب لبنانية بس لما نفاتوا عن المعرض والمعرض بس على طريقته مش بطريقة كتير مقساوية بطريقة قدمتلك واقع وانت تصرف من هنا فكانوا ايه مدهوشين اشي كتير ما بيعرفوها واشي كتير عم نرجع نوقع فيها كانت مرئت وماودت لنتيجة فكانت طوع وبيمتياز كان هيدا المعرض والحل تفاعلهم كانت تلميز جامعات أو تلميز مدارس أو حتى ناس من عملت الشعب يعني كان ضوع على حقائق يمكن كان المقصود تخبيطها فضوينا عليها يعني لنقول النظام المصرفي نظام هاش مش مظبوط انه نحن مسلحين انه عنا الدهب يعني لا من وقته تأسس نظام هاش تأثير الانتداب الفرنسي اتفاق الكاهرة طب هود كلهم وكان حكوا يمكن مع نخبة مع ناس اختصاصة بس ما تبسطيت ونعرضت قدام العالم ونعمل هالربط مع اللي عم بيصير اليوم حلو تعرفي حقيقة طبعا مية بالمية وتقدميها وتقدميها وتستفيد منها وبطريقة كتير بسيطة 26 27 28 إذن الفعاليات 26 وين رح بتكون عنا قلتلي كزا نقطة يعني في عندك المتحف سان جورج لرمزيتو سان جورج رح يكون في ميسا جلب رح تقدم الالبوم طبعا يلي عملته عن حرب الفنادق حلو من حرب الفنادق رح يكون في فرق مسرحية عامل عروض كانت من 2012 يعني بالواقع قلو بيروت ما اجرع عمل شي تقدم له هالقد كان في حماس من كل الجمعيات المنظمات قدموا كل شي أعمال عملوها لللبناني يكون بين إيديون خير دليل على عشق اللبناني للحياة وللسقافة ولمعرفة التاريخ وأكتر تعمق فيه ليعمل حاضر ومستقبل من أفضل ما يكون يا رب يكون مستقبلنا من أفضل ما يكون شكرا لك سلمة أبو عصف منسقة العلاقات العامة لمعرض ألو بيروت إن شاء الله يا رب هالخطوة تكون كما قلت توعوية ثقافية بامتياز لمستقبل أفضل شكرا